بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طلبتي الأعزاء معكم الأستاذ سامير القاضي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سأحاول أن أكون معكم خلال هذه الدورة من خلال وحدة أو مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية قبل ذلك وقبل أن أحاول أن أبسط أمامكم مجموعة من المحاول التي سوف نتناولها لابد قبل ذلك أن أرحب بكم في رحاب هذه الكلية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وأتمنى لكم التوفيق طيلة مشواركم الجامعي ويعني خلال سيك الإجازة ولما لا ما بعد سيك الإجازة إن شاء الله الماستر سيك الماستر والدكتورة لابد في البداية من أن أقدم بعض الملاحظات المنهجية التي عادة ما أستقبل بها طلب الجدد وعندما أقول الطلب الجدد يعني الطلب الذين ينضمن إلى الكلية لأول مرة أتينا من التعليم الثانوي المرحلة الجامعية هي مرحلة جديدة تفتح آفاقا رحبة وهي أو الجامعة هي فضاء للتعلم فضاء لتكوين شخصية الإنسان لشحد خبراته وكذلك لمحاولة فهم العالم أو فهم الآخر أو فهم الضواهر كيفما كانت هذه الضواهر اجتماعية أو قانونية أو سياسية وفي هذا الإطار لابد للطالب وهنا تلاحظون أن نحتعلى مستوى التسمية ننتلقل من مرحلة التلميذ أو التتلميذ إلى مرحلة الطالب وهي مرحلة جديدة يعني فيها وسائل ديدكتيكية جديدة فيها طرق يعني لكسب المهارات ولكسب المعرفة بطرق جديدة وبوسائل جديدة في مرحلة الجامعية بالإضافة إلى طرق التلقين العادية لابد للطالب أن يكتسب مجموعة من المهارات والتقنيات والأدوات والأساليب التي تمكنه من تملك مجموعة من الأدوات والوسائل وطرق سواء التعلم أو البحث سواء خلال مرحلة الإجازة أو ما بعد الإجازة وأنا أقول دائما للطلبتي بأن مرحلة الإجازة هي مرحلة يعني تأسيسية على اعتبار أن مرحلة الإجازة يعني صحيح أن الباح الطالب يكون دوره أكثر هو التعلم أو يعني الحصول على تلقين من الأستاذ ولكن أعتقد أن مهارات البحث وأدوات وتقنيات البحث العلمي ومناهج العلوم أو مناهج البحث في العلوم القانونية والاجتماعية قد تبرز عند الطالب من هذه أو خلال هذه المرحلة أساسا وهي مرحلة الإجازة لتتطور ويعني يتم ويعني سقلها في مرحلة أو في مسلك الماستر ولتتفجر وتفتق خلال مرحلة الدكتورة بالأسس أنا أعتبر بأن الطالب سواء كان في مرحلة الإجازة أو في إطار سيركل الماستر أو حتى الدكتورة لا بد أن يمتلك المهارات والأدوات والأساليب والتقنيات التي تجعله يعني يكون باحثا أو يكون طالبا على الأقل في سلك الإجازة طالبا جيدا أنتم تعرفون طلبة الأعزاء أن المعلومة أصبحت يعني متاحة بشكل واسع وعلى نطاق واسع سواء عن طريق الوسائل التقنية الجديدة وعن طريق يعني جميع الوسائل والمعلومات أو حتى عن طريق توفيرها من طرف جميع المؤسسات وعن طريق جميع يعني الموارد التي يمكن أن تمكننا من هذه المعلومة في السابق كان الوصول إلى المعلومة هو الهدف من الدراسة أو من البحث ولكن في الوقت الراهن انتقلنا من هذا المستوى إلى مستوى آخر مرتبط بكيفية التعامل مع المعلومة ومع المعرفة وكيفية امتلاك أدوات الوصول إلى المعرفة أو منوصول إلى ما يمكن أن نسميه بإلى ما يمكن إلى أقصى ليس الحقيقة ولكن محاولة الوصول إلى الحقيقة العلمية فأنتم تعرفون في أنه في العلوم الحق يعني الباحث أو الدارس أو حتى العلماء يحاولون أو ليس يحاولون ولكن يهدفون إلى الوصول إلى الحقيقة المطلقة بين قوسين أو الحقيقة الحقة في هذه النوع من العلوم ولكن في البحوث الاجتماعية والعلوم القانونية الطالب أو الباحث يحاول أن يصل أن يحاول أقول وأصطر على كلمة محاولة الوصول إلى الحقيقة لماذا؟ لأنه بالنسبة لنطاقات أو مجالات العلوم الحق الباحث أو الدارس أو العالم يتعامل مع ضواهر ضواهر مادية يعني لن أقول لن تتقاطع مع ذات الباحث ولكن تكون هناك مسافة كافية بين ذات الباحث والضاهرة المدروسة أو الضاهرة المادية المدروسة في حين أنه في الضواهر الاجتماعية أو الضواهر القانونية الباحث يدرس مجموعة من الضواهر التي يشكل أولا هو جزء منها يمكن أن يكون الباحث جزء منها وبالتالي يمكن أن تختلط ذات الباحث مع الضاهرة المدروسة وهنا لا يمكن أن نتحدث عن استنتاجات أو عن خلاصات موضوعية وكما سوف ترون أنه يعني من أهم خصائص البحث في العلوم الاجتماعية هي مسألة الموضوعية وكذلك النسبية وهذا سوف نراه لاحقا ولكن بالأساس وبالدرجة الأولى ما الذي يجعل الباحث يستطيع أو يكون على مقربة من الحقيقة في العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية ما الذي يجعله يقلص من مساحة الداتية في العلوم الاجتماعية أقول وأؤكد على أن الباحث كلما امتلك أو الطالب كلما امتلك أدوات البحث العلمي وتقنيات البحث العلمي وأسطر ومناهج البحث العلمي كما سوف ترون أن محاور هذه المادة هي عادة ما أقسمها إلى محورين أساسيين مرتبط أساسا ب محور متعلق بمناهج البحث العلمي ومحور ثاني متعلق ب أدوات البحث العلمي وهنا قبل ذلك لا بد من تناول مجموعة من العناصر المرتبط أساسا بالمفاهيم ماذا نقصد بالمنهج ماذا نقصد بالمنهجية ماذا نقصد بالموضوعية ما هي خصائص البحث العلمي في العلوم الاجتماعية هل تتميز عن البحث في العلوم الحق وفي العلوم الطبيعية والفيزيائية ما هي يعني أهم التقنيات وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والقانونية كلها أسئلة أو محاور سوف أفصلها بشكل دقيق في الكتاب المنهجي الذي سوف أضعه بين يديكم من هنا ومما لا شك فيه فإن تدريس مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وإدراجها ضمن الوحدات الأساسية للدراسة العلوم القانونية يهدف بالدرجة الأولى إلى محاولة إرصاء المنهج العلمي عند الطالب منذ البداية أو منذ السنوات الأولى للدراسات الجامعية كما قلت لكم لأن الطالب ينتقل من مرحلة كان يعتمد فيها على التلقن أو ما يسمى بمرحلة الحصول على المعلومة من الأستاذ إلى مرحلة متقدمة لا بد فيها من إرصاء المنهج العلمي عند الطالب أو على الأقل الأوليات أو الأساسيات في المنهج العلمي بما يمثله هذا المنهج العلمي من أساليب وطرق تسمح له بترصيخ قدرات خاصة عند الطالب هذه القدرات تمكنه من الفهم والاستيعاب والتفسير والنقد على عكس أو على نقيد ما كان من قبل كما قلت لكم أنه كان يقوم بالأساس على قدرات الفهم والاستيعاب أو خصوصا الاستيعاب فقط ولكن هذه المرحلة أو مرحلة الجامعية يعني ومن خلال هذه المادة نحاول أن نرسي عند الطالب أساليب تقوم بترصيخ مجموعة من القدرات التي تقوم على الأساس كما أؤكد على ذلك على الفهم والاستيعاب والتفسير والنقد هذا بالأساس فضلا على أن هذه المادة تمكن الطالب من اكتساب مجموعة من المعارف المهارية تمكنه بالأساس من كيفية تنظيم دراسته الجامعية وكيفيات القيام بمهام البحث في مختلف المراحل التي سيقبل عليها وهذه المادة كذلك تمكنه من توجيهه توجيها سليما قد يخدمه في اختيار تخصصه والتميز في الحياة الجامعية أو في حياته الجامعية والمهنية بمسؤولية وعلى أكمل وجه من هنا تلاحظون أهمية دراسة هذه المادة أو الأقل أهمية تلمس المدارك التي توفرها هذه الوعدة والكتاب الذي سوف أضعه بين يديكم هو كتاب يدخل في ضمنة حقيقة هذه الغاية بالخصوص لأنه لوحد أن الطلبة أو عدم اهتمام الطلبة بهذه المادة أو مادة المناهج في العلوم الاجتماعية خصوصا في المراحل الأولى للتعليم الجامعي لأنه غالبا ما يدرك الطلبة في المراحل الأخرى خصوصا في سلك الدكتورة والماصر أهمية هذه المادة اعتقادا منهم أو اعتقادا من هؤلاء الطلبة بأن المنهجية لا يمكن أو المنهج أو هذه المادة لا يمكن أن يكون لها فائدة إلا بعد حصول الطالب على سلك الإجازة من هنا وكما تلاحظون أنني في هذه الحصة الأولى والأولية حاولت أو أحاول أن لا أغوص في المادة من اللحظة الأولى وأحاولت أن أقف عند بعض الأفكار التي لا بد أن أرسخها منذ البداية عند الطالب وكي لن أقول أحرك ولكن على الأقل أستفز أستفز للوهلة الأولى أستفز هذا التلميذ وأجعله يفكر وينتقد ويبحث ويفكر بطريقة أخرى ولعل أهمية دراسة مادة مناهج العلوم الاجتماعية والقانونية تبدو واضحة من أوجه متعددة إذ تعتبر الشغل الشاغل للباحث أثناء دراسة ظاهرة معينة من هنا وبشكل آخر إن أهمية تتلمس أو تملك الباحث أو الطالب لمناهج العلوم القانونية ولمنهجية البحث العلمي تجعل يعني تعتبر الشغل الشاغل للباحث أثناء أو للطالب أثناء دراسة ظاهرة معينة سواء كانت ظاهرة اجتماعية أو قانونية إذا تم اعتبارها عبارة أي هذه المادة عبارة يعني دراسة هذه المادة عبارة عن منهج وأدوات من خلالها يمكن لك الباحث تكوين معرفة معرفة حول الظاهرة المدروسة فضلا على أن جل الباحثين أو جل الدارسين يكادون يتفقون يكادوا يتفقون على أن المنهج أو المناهج هي الطريق الذي يسلك الباحث للوصول إلى الحقيقة وتقدمها إلى المتلقي سواء كان مختصا أو لم يكن من جهة أخرى تتجلى أهمية دراسة المناهج كما قلت سابقا في كونها تعلم الإنسان التفكير بشكل سليم و دراسة هذه المناهج أو دراسة هذه المادة تجعل الإنسان أو الطالب أو التلميذ أو الباحث يرتقي بعقله ويجعل كذلك نظرة الباحث كلية لا جزئية ومن هنا وكما سوف تلاحظون من خلال هذه المادة تتعدد هناك مجموعة من المناهج البحث العلمي ولا تقتصر على منهج ثابت لأنه مهما بلغ الباحث أو الطالب أو التلميذ من رقي في المجالات البحث يبقى قاصرا لأن الحياة دائما تتجه إلى البحث عن المجهول أو عن تتجه إلى البحث عن فهم الضواهر المجهولة أو الضواهر التي تطرح مجموعة من الأسئلة والإشكالات وهو ما يتطلب من الباحث الجدية والمثابرة والابتكارة في تطوير مناهج جديدة تنسجم مع تطور البحث العلمي وتنسجم كذلك مع تطور الضواهر الاجتماعية والقانونية وهنا لابد أن أؤكد على أن طبيعة الضواهر المدروسة في العلوم الاجتماعية والقانونية هي الضواهر ليست ثابتة كما هو الشأن بالنسبة لبعض العلوم الحق ولكن كما سوف تلاحظون أن الضواهر الاجتماعية والقانونية هي ظواهر متحولة ومتغيرة ومتطورة وفي النهاية في نهاية هذه الحصة الأولى والأولية تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق ما بين المنهج والمنهجية وكيفما كانت سواء المنهج والمنهجية في العلوم القانونية والاجتماعية بقدر ما يمتلك الباحث أدواتها وتقنياتها سواء من حيث المنهجية أو المناهج فإنه بقدر ما يصل إلى النتائج المتوخة من البحث وهو ما يجعله أقرب كما قلنا إلى الحقيقة من غيره من الباحثين الذين لا يمتلكون أدوات وتقنيات ومناهجة ومنهجية البحث في العلوم الاجتماعية من هنا أقف عند هذا الحد وأتمنى أن أحاولت بشكل بسيط أن أثير مجموعة من الأفكار البسيطة عند الطلبة الأعزاء وأتمنى أن ألقاكم في فرصة مقبلة إن شاء الله وإلى حصة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته